موسيقى هنا القاهرة صباح جديد يأتيكم من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر نهاردة حلقة ثانية يوم عيد الأضحى المبارك عادها الله على الأمة الإسلامية كلها بالخير واليوم والبركات صباح الخير عشرين وكل صان طيب الصباح النور وانت طيب يا فادي عملك إيه في العيد؟ في العيد والله كنت في صباح جديد معاكم ومع المشاهدين وبعدين قضينا اليوم مع الصحاب طيب ديها جميلة ومبرح يعني اسمتنا الحلقة الجميلة مع جاد واتناولت الأكلات في كل الأماكن والطقوس والمرسلين يعني ماما خصتني بكعك العيد وحبيت يعني نشارك الناس على الهوى باحتفال أول يوم جميل خلونا بقى نروح لفقراتنا اللي هتكون معنا النهاردة ولا أكيد مش هتبعد عن أجواء العيد في حديقة الأزهر الجميلة في القاهرة وإزاي بيحتفل المصريين بتاني يوم العيد كمان نحن هنكون عنا حديث مع المخرج المسرح التونسي حاتم دربال ولفاز عرضه شوق بالجائزة الذهبية بمهرجان المسرح الدولي بالأردن سنتعرف منه على الأضايا اللي بتناقشها مسرحيته خليكم معنا موسيقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله موسيقى ودلوقتي نروح لأول فقرات صباح جديد للتعرف على حالة التخص وأبرز الظواهر الجوية اللي بيشهدها العائلة موسيقى موسيقى نبدأ فقراتنا القوية من مصر اللي بتشهد ارتفاع ملحوظ بنسبة الرتوبة بكل أنحاء المنطقة ما أدى إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة وبتوقع خبراء الأرصاد الجوية يسود تقس معتدل الحرارة بالساعة الأولى من صباح اليوم حار ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على أنحاء كافة أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه كمن من المتوقع ارتفاع نسبة الرتوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة التقس بقيم تترى وحمة بين 2 و3 درجات كما حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة شمس وتجنب الشعور بارتفاع درجة الحرارة أما في المملكة العربية السعودية فقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة التقس المتوقع بمناطق ومحافظات المملكة وتوقع المركز أن يسود تقس حار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حينما تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعضية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جزان عسير والباحة كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتين الشرقية والرياض في العراق بيكون التقس معتدلا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المناطق الجنوبية تشهد الأردن انخفاضا على درجات الحرارة حيث تصبح الأجواء معتدلتها الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية نشطات السرعة قد تثير الغبار أحيانا ومن روح لأوروبا اللي بيواجه الإسبان هيدا العام موجة من الطقس شديز الحرارة وبتستمر طول اليوم وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الحرارة بتوصل لـ 44 درجة مقوية وطبقا للوكالة ارتفع عدد تلك الموجات المبكرة نسبيا نظرا لقدومة ببداية فصل الصيف خلال 12 سنة الماضية وأعلنت السلطات الإسبانية عن وفاة مزارع يبلغ من العمر 47 عام بسبب العمل في تلك الظروف الجوية الحارة وحذرت إسبانيا العمل بالأماكن المفتوحة خلال موجات الطقس شديد الحرارة ووضعت حدا أدنى وأقصى لدرجة الحرارة بأماكن العمل وصل الدخان الناتج عن الحرائق الهائلة والمدمرة التي تشهدها كندا إلى أوروبا الغربية ولكن من غير المتوقع أن تتحول السماء إلى اللون البرتقالي كما حدث في أمريكا الشمالية وقالت وكالة مراقبة الغلاف الجوي التابعة لبرنامج كوبرنيكس الأوروبي إن النيران المندلعة حاليا في مقاطعتي أونتاريو وكباك الكنديتين اشتدت مرسلة أعمدة من الدخان عبر المحيط الأطلسي وذلك بعد أن بلغت دخان الجو في كل من أسبانيا والبرتغال ومن المتوقع أن يمتد إلى أوروبا الغربية وبريطانيا حتى نهاية اليوم الخميس غير أن العلماء قدروا أن الأوروبيين لن يروا السماء وقد انقلب لونها إلى اللون البرتقالي كما حدث في نيويورك وغيرها من مدن أمريكا الشمالية على سبيل المثال مضيفين أنه من المستبع تسجيل حالات اختناق بسبب الدخان والآن نتابع درجة الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 وقال شينمو رئيس إدارة التجارة بمقاطعة هونان إن المعرض الذي يعقد تحت شعار التنمية المشتركة لمستقبل مشترك سيغطي أكثر من أربعين نشاطا متنوعا تشمل البنية التحتية الخضراء والجمارك والحجر الصحي والطب والصحة والمنتجات الزراعية والغزائية والمجمعات الصناعية والتعليم المهني ومجالات أخرى وستكون دول بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومضغشكر ومالاوي والمغرب وموزنبيق ونيجيريا وزنبيا هم ضيوف شرف المعرض ألمح أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إلى أن أسعار الفائدة قد تظل عند مستويات الذروة لفترة أطول مما يتوقعه التجار حاليا لطالما كان مهتما بأن السوق تعتقد أن الدروة لن تدوم طويلا في عالم يتم التعامل خلاله مع تضخم مستمر وفي كلمة له خلال منتدى البنك المركزي الأوروبية حول البنوك المركزية في سنترابل بورتغال أشار إلى أن الأسواق تقوم بتسعير العديد من زيادات أسعار الفائدة في أعقاب دورة التضييق الأكثر سرامة منذ ثلاثة عقود تلقت شركة ساوند أنرجي البريطانية عرضا مشروطا من أكبر مصارف المغرب للحصول على تمويل يصل إلى مليارين وثلاثمائة مليون درهم أو ما يعادل 237 مليون دولار لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة تندرارا شرق المملكة وسيقصص هذا التمويل لإنجاز عمل الحفر وتشغيل الآبار وبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المرتقب بإنتاجه إلى المشتري وهو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التابع للدولة وإلى هنا تنتهي فقراتنا الاقتصادية وننتقل الآن لجولة في أهم الأخبار والبلفات التي تناولتها الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية المترجمات لكثير من الوطني البداية من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي ركزت على تصريحات رون ديسانتس المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة وقالت الصحيفة أن ديسانتس أشار في خطابه الأخيرة على السعي لإنهاء حق المواطنة عند الولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين واحتفظ بطالبين لجوء في المكسيك أثناء تعليق قضاياهم أمام المحكمة الأمريكية وتحدث عن إنهاء الجدار الحدودية واستخدام القوة الصارمة ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون اختراقه وجلب المخدرات إلى الولايات المتحدة إلى وكالة سبوتنيك الروسية والتي نقلت تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إذ قال إنه كلما مطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق وقال لافروف أن أولئك الذين يرفضون التفاوض وهم الغرب وأوكرانيا يجب أن يفهموا أنهم كلما تأخروا في التوصل إلى تسوية سلمية كانت تفاوض أكثر صعوبة وأشار إلى أنه لا توجد مقترحات جادة من الغرب لحل صراع في أوكرانيا وما زلنا في متابعة الأخبار أخبار الحرب الروسية الأوكرانية والخبر قادم من وكالة أيكي الإيطالية حيث قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أود أن أكرر أماني الراصخ بأن الدفاع عن أوكرانيا اليوم يعني الدفاع عن المصلحة الوطنية الإيطالية لأن استسلام كييف سيؤدي إلى انهيار القانون الدولية ونظام التعايش بين الدول الذي ولد مع نهاية الحرب الثانية وضفت رئيسة الحكومة في إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل قائلة إن لم نساعد الأوكرانيين كما يقترح أحدهم في هذا المحفل أيضا ربما بسبب المصالح الدعائية وإذ لم يذهل الأوكرانيون العالم بشجاعتهم فكنا سنجد أنفسنا اليوم في عالم تم فيه استبدال قوة القانون بشريعة الغاب عالم يمكن فيه لمن هو أقوى عسكريا أن يغزو جاره بحريا عالم أقل استقرارا وأكثر خطورا قالت صحيفة الأرام المصرية أن حدائق الري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المصرية استقبلت الزوارة للاحتفال بعيد الأطحى المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة حيث فتحت الحضائق أبوابها أمامهم الساعة السابعة صباحا وأصدر الدكتور هانيس ويلم وزير الموارد المائية والري المصري توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحضائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحضائق وتجهيز الجراجات استعدادا للأعياد بالطبع تمتلئ الحضائق المصرية بالزوار خلال أيام العيد الأطحى وحننتقل مباشرة لحديقة الأزهر بالقاهرة مع مرسلنا أيمن عمد صباح الخير أيمن وكل عام أنت بخير يعني لو ترصد لنا الأجواء من عندك وكيف احتفل زوار الحضائق تحديدا حديقة الأزهر بثاني أيام العيد صباح الخير يعني منذ التسعة من صباح اليوم فتحت الأبواب أمام الزوار الذين عتادوا على زيارة هذه الحضائق غيرها من الحضائق العامة والمتنزهات في مصر في العطلات الرسمية وأيضا عطلات الأعياد كعيد الأطحى وربما منذ قليل شاهدنا في التسعة يعني حضور كبير من الزوار وانتظار كان أمام البوابات للدخول والاستمتاع بهذه الحضائق التي تعد من أكبر الحضائق على مستوى العالم أو يعني حسب ما تم تصنفها ربما تأتي من الستة الأوائل على مستوى العالم من حيث المساحات الخضراء الشاسعة التي تتمتع بها بالإضافة إلى المتنزهات الأخرى التي تتعلق بالترفيق للأطفال الذين يتوفدون مع الأطفال مع زويهم وأولياء أمورهم في هذه الحضائق لزيارتها والاستمتاع في الحضائق ربما في هذه اللحظات يعني كانت النفورة التي نشاهدها عبر الهواء مباشرة ربما يعني تم اشتغل يعني عملت في هذا التوقيت بالإضافة أيضا كما نشاهد عبر الشاشة أيضا الحضائق والمساحات الخضراء التي تتميز بها هذه الحضيقة بالإضافة أيضا للتنظيم الأكثر من رعا ربما في هذا الصباح بدأت الأغاني أو أغاني العياد يعني تعلو أصواتها في هذه الحضيقة منذ طبعا الساعات الأولى في التساع من صباح اليوم ربما أيضا هذه الحضيقة كما نعلم بأنها تم تصنفها من الستة الأوائل بالإضافة أنها تقام على يعني ثمانين فدان ثمانين ألف فدان تقع في قلب القاهرة التاريخية تتميز أيضا بأنها يعني تطلع من جميع الاتجاهات على المناطق التاريخية وعلى المآلن التاريخية في مصر وأيضا يعني كما نعلم بأنها أيضا يوجد بها ربما نشاهد بها أيضا الصور الأيوبي الذي بناه القائد صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر أيضا لحماية مصر من الجهة الشرقية وأيضا ربما أيضا من يعني أيضا كما يمكن للزائر في هذه الحضيقة أيضا مشاهدة المتاريس والأدوات الدفاعية التي كانت تستخدم في العصر الأيوبي بالإضافة أيضا للمتنزهات والمسيحات الخضراء الكبيرة التي تتميز بها هذه الحضيقة الدولية وحضيقة الأظهر الكبيرة وأيضا ليس الزيارة أو الزيارات لا تقتصر على المصريين فقط ولكن أيضا الزوار من جميع الدول والجاليات التي تقتم بمصر أيضا الزوار الذين يتوفدون أيضا شاهدناهم منذ الصباح يعني كانت الحضور الكبير ليس فقط للمصريين ولكن أيضا لأزوار من الجنسيات الأخرى الذين يعني توفدوا على هذه الحضيقة الاستمتاع بهذه الأجازة الرسمية يمكن يعني بدأت الزوار تتوافد رويدا رويدا ولكن يتوقع من الإدارة لإدارة هذه الحضيقة على مدار اليوم أن تتوافد الأعداد بشكل كبير خاصة من الأسر المصرية التي حرصت وتحرص دائما على الحضور والاستمتاع والتنزه في هذه الأيام أو خاصة في العياد مثل عيد الأطحى المباركة غيره من الأعياد لمشاهدة هذه يعني أو الاسترخاء كما يعني وصفه بعض الزوار وأيضا كما أيضا أو تتميز هذه الحضيقة بأن المطاعم التي أو الكافتريات التي يعني مقام بها يعني أيمن هنا أريد أن أسألك أيمن أريد أن أسألك مساحة 80 فدان ما هي أبرز مظاهر احتفال الزوار وفي أي الأماكن يتركزون وهل أضطر درجات الحرارة على تواجدهم يوم أمس في أول أيام العيد ربما في الساعات الأولى من صباح اليوم بدأ الزوار أن يعني يفترشوا الأماكن الخضراء نظرا لطبعا ارتفاع درجات الحرارة في الساعات الأولى ولكن على مدار اليوم يعني يتوجه أو تتوجه الأطفال الذين يأتون برفقة زويهم إلى أماكن الترفيهية بعد انكسار درجات الحرارة المرتفعة نسبيا في هذا التوقيت ولكن لا تؤثر درجات الحرارة في هذا التوقيت أو على مدار اليوم على زيارة الأسر المصرية ولكن يعني كما نتوقع مع انكسار درجات الحرارة في نهاية اليوم خاصة بعد يعني زروة الظهر ربما تتزايد الأعداد بشكل كبير وخاصة بأن المساحات هنا خضراء وأن المساحات مفتوحة للأسر الذين يتخذون هذه الحديقة كمقصد هام للترفيه والتنزه والجلوس في الأماكن المفتوحة يعني بشكل يعني خاصة في أجازات عيد الأطحى وأيضا ليس فقط في الأجازات الرسمية أو في أجازات عيد الأطحى يتخذوها البعض ربما بعض الأسر أشارت بأنهم يحرصون دائما على زيارة هذه الحديقة حتى في العطلات الإسبوعية ويتخذونها كمقصد لها للترفيه وأيضا للاستمتاع بالأماكن الخضراء ربما على مدار اليوم سنتابع زيارات المصريين وغير المصريين لهذه الحديقة مرسلنا أيمن عماد شكرا لك كنت معنا من حديقة الأزهر بالقاهرة نقلت صحيفة أشرق الأوسط تصريحات الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة في السعودية والتي قال فيها إن عمليات خروج الحجاج إلى الحرم المكي الشريف ستقسم بنسبة محددة في يومي الثاني عشر والثالث عشر وذلك بهدف تنظيم الحركة إلى الحرم المكية موضحا أن هذه الخطط كانت معتمدة ونفذت قبل جائحة كورونا مع وصول الأعداد إلى هذه الأرقام وأضف مشروط أن هذه الخطط أعطت نتائج كبيرة وإيجابية من خلال توزيع الكتل على فترات زمنية مختلفة وبالتالي يكون القدوم والكثافة الموجودة في جسر الجمرات لكي تكون ثابتة ولا يكون هناك ضغط في أوقات محددة على الجسر عنوانت صحيفة الوطن المصرية سودانيون يحتفلون بعيد الأضحى وسط أشقائهم المصريين وذلك في تقرير يرصدوا احتفال السودانيين بالعيد في مصر إذ قالت الصحيفة أن الشوارع المصرية تشهد مظاهر فرحة وبهجة بمشاركة الأشقاء السودانيين خلال تأدية صلاة العيد والاحتفالات الميدانية وسط ترحيب كبير بوجودهم في بلدهم مصر وقال عدل السول رئيس جمعية الصحفيين السودانيين بمصر للوطن أنه وأسرته أدوا صلاة العيد مع المصريين في الصحات المخصصة وسط تهنئتهم وتوزيع بعض الحلوى عليهم ليتغلغل الشعب السوداني مع الشعب المصري في مشهد يدل على انصحار الشعبين في نسيج واحد لا يفرق بين مصري وسوداني في صحيفة الرأي الأردنية خبر عن فوز المصرحية التونسية شوق بذهبية مهرجان المصرح الحر الدولية لأفضل عمل مسرحي متكامل للمخرج حازم دربال الذي فاز أيضا بجائزة ذهبية المخرج الراحل حسين نافع لأفضل إخراج مسرحية خلال حفل توزيع جوائز المهرجان والذي أقيم في المركز الثقافي الملكي بعمان ومنحت جائزة فضية للمسرح الحر لأفضل عمل متكامل خلال الحفل الذي أقيم برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النقار وأمين عام وزارة الثقافة ماهر نفش بحضور نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان برأسة الفنانة أمل الدباس إلى المسرحية الفلسطينية لغم أرضي للمخرج جورج إبراهيم فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسرحية النقيب والغريب من السعودية الحقيقة إن مسرحية شوق للمخرج التونسي حاتم دربال تسلط الضوء على قضية تفاكب الأسري ومشاعر الفهدان والشوق بين أفراد العائلة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة تونس المخرج حاتم دربال أهلا بيك كل سنة طيب وبعد التحية أستاذ حاتم نعنيك طبعا لفوز المسرحية التونسية شوق بذهبية مهرجان المسرح الحر الدولي في البداية حدثنا عن الجائزة والتكريم أهلا وسهلا عيد أرحى مبارك وكل عام وأنتم بخير سوعدة جدا بالحصول على ذهبية مهرجان الحر بالبردن طبعا هذه فرص جميلة جدا حتى نلتقي بمختلف تجارب المسرحية في العالم العربي والمهرجانات هذه فرصة لتقييم المنجز المسرحي العربي وفرصة أيضا لتبادل الخبرات والتلاقي والتقابل مع أجيال من المسرحيين ونقات وبحثين سوعدة جدا بهذا التطبيق يعني المسرحية التونسية شوق هل هي فعلا مقتبسة من نص أصلي للكاتب الفرنسي المعاصر جونلوغ لاغراس وما أضيف إليها؟ نعم بالنسبة لنص المسرحية الفكرة هي طبستة والفكرة المركزية من خلال النص الفرنسي لكن هي كتابة جماعية هي مراوحة بين المنصة مع الممثلين والطاولة فكان في شكل ورشة يعني ورشة بحق وورشة عمل وجاءت هذه المسرحية بعد ما عشنا من ظروف في كورونا تحتك وأيضا فقدنا بعض الأعزاء والأحباء فهو شوق لكل من قادرون من العائلة الديولوجية ولكن أيضا من العائلة الفنية فالموضوعين الأساسيين للمسرحية هما العائلة والموت حداثة المسرحية هو تبدأ رجوع الأبن الأكبر في منزل العائلة بعد غياب طويل حتى يعلمهم بمرض وقرب موعد وفاة وحسب أطباء لكن مع الأسف لن يستطيع إبلاهم هذه المعلومات المهمة لأنه ستدفع على سطح الأحداث يعني سيلقي الماضي بذلاله ومن أزمة الأزمة حول مسألة التواصل الأسري والتفاتل وهذا الرجوع هو رجوع كاتب وكاتب مسرحي حتى يعلم وفاته وهو أيضا يعني موت الكاتب المسرحي أو قرب موت الكاتب المسرحي تقريب هذه القرص المسرحية وجاءت في بلها المعجة هالسنتين الأخيرتين البعض يقول أن مسرحية شوق هذا العمل المسرحي الذي يركز على فكرة الفغدان هو مستوحى من تجربة ذاتية لك ما مدى صحة ذلك؟ هل تحدثنا عن الموضوع؟ نعم بعد مرري في فترة الكورونا ودخول المستشفى فالمسرحية استفادت جدا من هذه الأسوات والصور التي عشتها في العناية المركزة وفي المستشفى فهناك العديد من الجوانب الذاتية للقيام بهذه المغامرة لما التقيت بالأصدقاء والممثلين وأيضا جهة الإنتاج بمركز الكوروناترامية بن عروس يعني حاولت قدر الإمكان أن نبلغ كل هذه التفاصيل وهذه العوالم والمناخات والتداخل بين الأزمة والصور فجاء العمل المفرحي يعني يترجم كل هذه الملاخات وهو في الأخير إخراج ذات يعني عملية التركيز على الجوانب الذاتية هذه وصرت أحداث تتداخل فيها الأزمة وهذا ما أفى للعمل الخصوصية وهي التداخل والقفز بين أزمة متعددة وتداخل بين هذه الأزمة فالماضي والحاضر والمستقبل هم يعني يتدخلون والذي متفرج في النهاية تركيب الأحداث حسب التواترها وحسب منطقة وفهم الخرافة يتم في الأخير يعني لأنه عبر كل ردهات المسرحية كان هناك هذا التداخل والذهاب والصفر بين أزمة متعددة يعني أستاذ حاتم المسرح التونسي الفترة الأخيرة بيعيش حالة من الازدهار الفني ما رأيك بهذه العوامل الرئيسية اللي بتوقف خلف هذا الرواق؟ نعم بالنسبة للمسرح التونسي هناك يعني تجارب متعددة هناك مسارات متعددة ونستفيد من هذا التوقف وهذه الأمكانية حتى نعكس طموحنا طموح الشعب التونسي ومن خلاله أيضا طموحنا في التلاقي وأيضا بناء هذا المشروع المهم جدا وهو كيف يمكن أن نعيش معا كيف يمكن أن نتطور وكيف يمكن ذهاب إلى تطلعاتنا وذلك من خلال تركيز وبناء هذه النواة الأساسية وهي العائلة الأسرة هي منبت هذا الوعي الأول وهي الحاضرة وهي الحاضمة ومن خلال ما رعشناه في الجائحة هناك رجوع مهم وكبير لهذه النواة الأساسية وهي ركيزة كل المجتمع صحيح نشكرك جدا المخرج تونسي حاتم دربال ونجدد المباركة لك على المسرحية كنت معنا من تونس ننشرت صحيفة The Guardian البريطانية نتائج مسح لممرضات المدارس في بريطانيا أظهرت أن الأطفال في جميع أنحاء بريطانيا يعانون من مستويات متدهورة من تسوس الأسنان والقلق وتوقف النوم مع النمو مع استمرار تفاع تكلفة الغذاء وتفاقم حجم وشدة المشكلات الصحية التي تواجه التلاميذة في العام الماضي حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ 45 عاما وثقا لبحث قد نشر وأفادت الممرضات أن الأطفال يبتعدون عن وجباتهم المدرسية ليأخذوها إلى والديهم في المنزل في حين تم نقل عدد متزايد من الطلاب إلى منازلهم بعد الإغماء بسبب الجوع قالت تواكلة أسيشييتد برس الأمريكية إن شركة جنرال موتورز وشركة الأم لشركة بي واي دي الصينية توجهت مباشرة إلى مصادر تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية واشترت حصصا في مناجم الليثيوم وهي خطوة نادرة في صناعة تعتمد على البائعين الخارجين للنحاس والمواد الخام الأخرى إذ يستثمر آخرون في تكرير الليثيوم أو مشاريع لإعادة تدوير المعدن الأبيض الفضية من البطاريات المستعملة وذلك بعد تهديد بنقص محتمل في الليثيوم لبطاريات السيارات الكهربائية ليتصابق صانعه السيارات للحصول على إمدادات من الذهب الأبيض الذي كان يوما ما محور منافسة مشحونة سياسيا وبئيا من الصين إلى نيفادا إلى تشيلي في صحيفة البيان الإماراتية خبر عن تقديم الدورة السادسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي تنطلق فعلياتها اليوم وحتى الثالث من سبتمبر 2023 موسما حافلا بالعروض الترفيهية والأنشطة العائلية والتخفيضات والجوائز القيمة ويتزامن انطلق مفاجآت صيف دبي هذا العام مع احتفالات عيد الأطحى ما يعزز من الأجواء الاحتفالية حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها لاستمتاعه بتجارب تناول المأكولات والمشروبات وحضور العروض الترفيهية الحية والاستفادة من التخفيضات الهائلة مع فرص الفوز بجوائز قيمة فضلا عن عروض الفنادق ننتقل للعاصمة النمسوية فيينا ومراسلنا خالد أبو بكر لنتعرف على أبرز الملفات التي تناولتها الصحف النمسوية اليوم صباح الخير خالد كل سنة وانت طيب بداية في عيد الأطحى وجه الرئيس النمساوي والمستشار النمساوي التهنئة لمسلمي النمسا بمناسبة حلول هذا العيد وأعلنت أيضا الجاليات المسلمة هناك بإقامة صلاة عيد الأطحى أمس الأربعاء في مساجد مختلفة في البلاد فلو تنقلنا الصورة حول احتفال الجاليات العربية والإسلامية بالعيد في النمسا صباح الخير شيرين وفادي وسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير بالفعل وجه الرئيس النمساوي أليكزاندر فاندر بيلين التهنئة للجالية المسلمة في النمسا وكذلك المستشار كارل نيهامر وجه أيضا التهنئة وكان لافتا أنهما وجهها باللغة العربية من خلال مقولة عيد مبارك وتمنوا للجالية قضاء وقت ممتع خلال أيام العيد فيما يخص فعاليات يوم أمس بالفعل مظاهر الاحتفال في العيد في النمسا تعتمد في المقام الأول على إحياء شعيرة صلاة العيد فهنا في العاصمة في أن صلى بالأمس نحو خمسين ألف مسلم ومسلمة صلاة العيد في المركز الإسلامي وجرت الخطبة مرتين مرة باللغة العربية وأعقبها صلاة كذلك في الساعة السادسة والنصف صباحا ثم خطبة أخرى وصلاة أخرى في الساعة الثامنة من صباح يوم أمس باللغة الألمانية سألت العديد من الذين حارسوا على الاحتفال بالعيد على ضفاف نهر الدانوب عن الأسباب زيادة الأعداد في هذا الأعام فقالوا أن العوام الماضية شهدت إغلاق بسبب كورونا فضلا عن أن العيدين عيد الفطر وعيد المبارك تعتبر هما الجالية مناسبتين كبيرتين لتأكيد على الهوية الدينية خصوصا للأطفال الصغار أيضا الزخم كان كبيرا في وسط أجواء فرحة عارمة وكان لافتا أن العديد من من حضروا لتأدية الصلاة حضروا وهم يرتدون أزياءهم الوطنية سواء كانت من العراقيين أو السوريين أو الأفغان أو الذين ينحدرون من دول إسلامية كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وكذلك الدول في البلقان أو في القوقاز كل جاء يحتفل بزيه الوطني في تلك المناسبة الدينية وقالوا أنهم في احتفالهم هذا يتذكرون طرق الاحتفال التي كانت تتم في قراءهم في بلدانهم البعيدة سواء كانت في الشرق الأوسط أو في آسيا أو في شرق أوروبا جميل خالد دعنا ننتقل إلى خبر آخر نريد استضاحه منك وهو خشف رئيس جماعة جرادز النمساوي بيتر ريدلر عن اكتشاف علمي مثير غير التاريخ المعروف ونسبة لتاريخ صناعة الكتاب المجلد بشكله الحالي في العالم والذي كان عبارة عن بردية مصرية من القرن الثالث قبل الميلاد تم اكتشافها في أرشيف الجامعة هل من تفاصيل أخرى؟ نعم فادي حقيقة يعني الحضارة المصرية بعصورها المختلفة يبدو أنها لم تحدث كل أخبارها بعد فجاء ذلك الكشف الذي غير تاريخ صناعة الكتاب في العالم كله بمحضة الصدفة جامعة جرادز تضم من بين مقتنياتها 52 بردية تأود إلى القرن الثالث قبل الميلاد كبيرة المرمنين في هذه الجامعة في أثناء الإعداد والتجهيز لنقل تلك البرديات من مكانها إلى مكان آخر وفي أثناء تفحصها إحدى البرديات توقفت طويلا أمامها لتكتشف أنها عبارة عن مطوية يعني صفحات من ضمن كتاب الكتاب بشكله الحالي الذي يحوي عدد كبير من الصفحات والذي تستخدم الخيوط أحيانا في تجليده يؤرخ له عالميا بأنه كان سنة 1250 ميلادية لكن عندما اكتشفت كبيرة المرمنين وجود هذه الخيوط فتأكدت من أن تلك البردية كانت جزءا من كتاب ويعود تاريخ البردية إلى سنة 1250 قبل الميلاد وهي عبارة عن وثيقة للضرائب وثيقة حكومية وقتها في العصر البطلمي للضرائب على الزيت والذرة وهو الاكتشاف الذي أجرت له جامعة جيراتس مؤتمرا صحفيا ضخما حظيا بتغطية واسعة خصوصا من المراسلين الأجانب الموجودين هنا في فينة من كل أنحاء العالم لأنه بالفعل اكتشاف قلب تماما تاريخ صناعة الكتاب في العالم كله حيث أن أحدث أقدم نسخة كانت قبل ذلك الاكتشاف موجودة في المكتبة البريطانية وتعود إلى 1250 ميلادية شكرا جزيلا خالد أبو بكر مرسل القرية الإخبارية من فيينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دائما الأعياد في عالمنا العربي بتكون مليئة بالتقوص والعادات اللي بنهتم بممارستها مع كل مناسبة هنتعرف دلوقتي من خلال تقرير لمراسلتنا في الأردن أي السيد عن قبيلة الجريب عبني صغر في قرية سالم جنوب العاصمة عمان واللي ما زالت متمسكة بتقاليد عيد الأطحى من تجمع القبيلة في منزل شيخ العشيرة وذبح ناقة واللباس التقليدي التراتي بالحقيقة حاجة حلوة أوي أن القبائل التي تبقى محفظة على هذه التقاليد وإلى جانب هذا تهتم القبيلة خلال العيد بتقديم القهوة العربية للديوف والأقارب وطبعا هي فرصة لتجمعات العائلية المبهجة وبتم فيها تناول وجبة إفطار جماعية تتسم بتقديم مائدة من اللحوم الأطحى مع شروق شمس عيد الأطحى تتعالى أصوات التكبيرات في المساجد من قرية سالم جنوب العاصمة عمان تبدأ حكاية عادات وتقاليدة مضى عليها عشرات السنين ولا زالت عنوان الأعياد والمناسبات من تجمع القبيلة وذبح الأضحية والتمسك باللباس التراثي مظاهر تمثل البصمة الأردنية الأصيلة مظاهر العيد أنت أعرف أنه عند البادي يعني ممكن غير عند المدينة لأنه تقدرين تقولين في تواصل اجتماعي وروابط أكثر وفي محبة وألفة بينهم وحنا مثل أي عشيرة من قبيلة بني السخر والقبائل الأردنية الباقي كل مظاهر العيد كلهم واحد الحمد لله فيه تآلف فيه تراحم فيه ترابط الحمد لله أننا كنا على الطبيعة ما تغير علينا شيء تبادل التهاني واستقبال الضيوف في منزل شيخ القبيلة مشهد يعود بشوق في كل عيد أما هنا فللقهوة العربية مذاقا رغم مرارته تحل بصلة الرحم ملايذ رضحي يجمع القريب والبعيد الصديق والبعيد والأخ والأخت وكل الناس يعني هذا اللي يجمعنا العيد نيجي أول يوم على أي إنسان اتوفى أبوه أو أمه أو أخته هذه عادة نحن يلبدوا طبعا والأردنين كلك عادة نجبر بخاطرها نسلم عليهم وبعدها مباشرة على الخوات والقريب ولا تخل الجلسات من تناول وجبة إفطار أول أيام العيد بمائدة تزينت بلحم الأضحية تقوس أردنية بامتياز راسخة مهما تطور التواصل بين الناس عادة يتجدد عهدها في كل عيد أضحى وهنا يبقى للمة العائلة طابع خاص تزين بصفات وكرم القبائل البدوية في الأردن من عمان أي السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر يعني مثل ما شفنا بالتقرير كيف لغاية اليوم بتهتم القبائل العربية الأردنية بالتجمعات العائلية وبتحرص أنه يتم الحفاظ على هذه التقاليد عبر السنين راح نتكلم عن هذا الموضوع أكتر التجمعات العائلية بالأعياد بشكل عام وطبعا أهميتها بمثل هذه المناسبات مهم كمان نتناول الموضوع من جانب مهم وهو سيطرة وسائل التكنولوجية وتأثيرها على هذه الزيارات بشكل عام سواء بالسلب أو الإجاب فهل ممكن تقرب الأهل من بعضهم لو هم مساء في البلاد تانية وهل ممكن تبعدهم رغم تواجدهم في مكان واحد ده هلنقشه بشكل أوسع مع دكتور ماريز يونس أستاذة علم الاجتماع ورئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية من بيروت سبع الخير يا دكتور كما تابعنا في تقريرنا السابق من الأردن حرص القبائل العربية على طقوس عيد الأضحى فهل مازالت العائلة العربية بتحافظ على تلك التقليد المتورسة في الأعياد من لقاءات وتجمعات حتى اليوم برغم توغل الوسائل التكنولوجية في حياتنا؟ نعم صباح الخير وتلعادة عليكم جميعا يعني إذا أردنا المقارنة بين الأوقات العادية وما أحدثته التقانية الرقمية وتحولات الحداثة على مستوى التواصل الاجتماعي ويخرق وكسر وتحويل بعض العادات والقيم بالمجتمعات العربية إلا أننا لازلنا بفترة الأعياد نشهد تمسكا بإحياء الدخوص وبالإعادة إحياء قيم العيد وقيم التواصل والاجتماعات واللقاءات وهنا نعتقد أنها ترتبط بقدسية هذه المناسبات وبالمقدس والديني الذي تحمله مناسبات الأعياد تحديدا فنعم نقول أن هذه المجتمعات لذالت متمسكة بالتواصل واللقاءات وإحياء المناسبة العيد وإعادة إحياءها بل توظيفة لاستمرار التواصل بين الأسر والعائلات بل أيضا بين المجتمع الأكبر وأيضا تختلف في عندنا اختلافات وتفاوض حسب التقرير اللي عرضتوها بالنسبة لكيف تتفاوت بين مجتمع وآخر وبين قبيلة وأخرى تبعا للتنظيمات التي تشهدها هذه المجتمعات بالمدينة نرى أن الحرس على إحياء هذه العادات والقيام ليس كما القبيلة المنظمة اجتماعيا لإعادة إحياء التواصل وتكليف صحيح دكتور ماريز يعني زي ما ذكرت أنه المحافظة في القرية أكثر من المدينة على هذه التقاليد والعادات يعني أديش مهم فرص اللقاءات العائلية مجتمعيا وأديت غيرت يعني نحن عنا ثروة إذا بدنا نقول بكل ما شهدته المجتمعات العربية والمجتمعات عالميا من آثار والحداثة إلا أن الإيجابية التي تمتلكها من المجتمعات العربية والثروة التي أعتقد أننا نمتلكها أنه لا زلنا نحتفظ ونقاوم بالفردانية التي أحدثتها الحداثة والتي يعاني منها الغرب اليوم ورغم كل التباهي والفخر بالتطور الغربي والحداثة إلا أن يحترمون جدا قيم التواصل بل أيضا هناك تيارات اليوم تنشأ بالعالم الغربي للدعوة إلى التمسك بالأسرة والتواصل ومن أجل حفاظ على وظيفة الأسرة والإستخدار صحيح دكتور نتمنى دول العربية تحافظ على هذه الميزة ودكتور ماريز يونس أستاذة علم الاجتماع ورئيسة الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من بيروت ودي بقى نهاية حلقة الثاني يوم العيد كل سنة طيبة شيرين وكل سنة وكل مشاهدين طيبين بكرا نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات عيد الأضحى المبارك على صباح جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر